كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد صباح اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول الذي يقام بمشاركة أكثر من مئة دولة وتضمن المؤتمر عقد جلسة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى تحت عنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في إفريقيا وذلك لمناقشة قضايا الصحة والدواء في قارة إفريقيا وكيفية الوصول إلى تعاون وتكامل يحقق مصالح الدول الإفريقية والمواطنين فيها حيث أكد المشاركون أن جائحة كورونا أكدت ضرورة تنويع القرارات الصحية للدول وقالت وزيرة الدولة للصحة في أغندا حنيفة بن جرانا إن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على جميع الأنظمة الصحية في دول العالم لا سيما في الدول النامية وأثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول كافة